أهلا أحبائنا مشاهدينا برحب بكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم حديثة عن يسدد احتياجاتك وهي الآية مأخوذة من رسالة بولوس الرسول إلى أهل فليبي إصحاح 4 والآية 19 مكتوب فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع هذه الآية أحبائي تكلمها بولوس الرسول عن قناعة وعن اختبار أيضا عم بشجع الكنيسة فليبي اليوم كتير ناس عم بتمر في ظروف صعبة بسبب الكورونا وعم بتتساءل هل الله يعتني به هل الله بيهتم فيه تعرفوا أحبائي مكتوب احنا بنسلك بالإيمان مش بالعيان فاحنا بننظر لالله اللي هو إله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر الرب وعد أنه يهتم بأصغر الأصاغر إذا بيتكلم عن الظهر اللي في الحقول أو حتى بيتكلم عن العصفير يعني بيتكلم عن المثل أنه شخص بيشتري أربعة عصفير بفلسين لكن الخامس يعني بيكون على البيعة بيكون زيادة الله بيهتم بهذا العصفور الصغير اللي هو على البيعة يعني زيادة أو ما إلوش قيمة حتى الكتاب بيتكلم بقول أنه الله بيهتم في شعور رؤوسنا اللي هي الشعر ما إلوش أي قيمة في الجسد ولكن كل شعر مرقمة مش غايبة عن عين الرب الله بيهتم بأصغر الأصاغر بكل التفاصيل الله بيسدد الاحتياجات بكل الوسائل بكل الطرق قديما سدد احتياجات شعب إسرائيل في البرية لمدة أربعين سنة من خلال المن والسلوى أعطاهم اللحم والخبز أيضا والكتاب يتكلم عن النبي إليا الله سدد احتياجاته بأغرب الوسائل سدد احتياجه عن طريق الغربان اللي كانت تجيب له الأكل كل صباح وكل مساء وهكذا لما نفذ الأكل وصار فيه جفاف أرسلوا إلى أرملي في صور أو في صيداء جنب صيداء تسمى صرفة صيداء وهناك رب اعتنف في هذا النبي داود النبي قال كنت فتن وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا مكتوب أيضا الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير قال داود الرب رعية فلا يعوزني شيء إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي إنه يسدد كل احتياج حتى لو مش شايفين الصورة خلينا نصلي كمان ونهتم باحتياجات الآخرين بتعرفوا الوضع كتير كتير صعب في العراق الوضع كتير كتير صعب في سوريا الوضع صعب في فلسطين والوضع صعب في مناطق عديدة الناس اللي فقدت الشغل والعمل وبتتذكروا أنا طلبت خلال أسبوعين إنه نصلي بشكل يومي ضد هذا المرض بشجعكم إنه نستمر بالصلاة لكن خلينا نصلي إنه الله يسدد الإحتياجات ويبارك الناس من ناحية مادية وأنا بصلي في اسم الرب يسوع إنه يزلل كل الصعوبات في حياتك يفتح أبواب العمل ويفيد عليك كل خير وكل بركة مكتوب أحبائي كما قال بولوس يملأ إلهي جميع احتياجكم إنه يسدد الإحتياج ولربما عم تشعر إنك أنت وحيد متروك عم تشعر إنك بتمر في ظروف صعبة تأكد إنه الله لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع وإحنا منصلي من أجل تسديد كل احتياج في حياتك بصلي اليوم إنه رب هيك يمطر أمطار البركة ويفتح شللات السماء عليك تتضفق من كل ناحية بصلي إنه ربي اليوم يبارك بيتك ويبارك أسرتك ويبارك أولادك وبناتك ويبارك سلتك ومعجنك وغلتك أيضا يبارك دخولك وخروجك يبارك كل شيء بتمسكه يدك والرب يفيد عليك بكل نعمة وبكل خير وبكل بركة في اسم الرب يسوع المسيح ربنا يباركك وشارك هذا الفيديو